كيفية تخزين المرتشفات الاثرية الحلقة الأربعون من سلسلة مدخل إلى علم الآثار وتقنياته السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأعطوا المصدر ومرجع المعلومات تخزين المرتشفات الاثرية إن تخزين المرتشفات الاثرية عادة ما يتون بمخازن المتاحف وقد يتون لفريق الحفرية مخزنا خاصا بهم ومهما يتون فإن هذه العملية تحتاج إلى بناية متميزة وطريقة بطد ما يشترط فيها خزن تنمية تابيرا بطد ما يشترط فيها ضمان الحفظ على تلت التحف وعدم تعرضها للتلف ألف بناية المخزن للمخزن خاصية التي تجعله يختلف عن باقي أجزاء المتحف فالمفروض فيه تجميع أربع تنمية من التحف في عطى المساحة ممتنة ومن جهة أخرى يتطلب الوصول السهل إلى التحف دون الحق أي ضرر بها كما يشتريط فيه توفر جميع الضمانات الخاصة بحفظ المخزونات إن هذه الشروط التي تبدو أحيانا متناقضة تفرض علينا تهيئة مكان خاص بالمخازن في مخطط بناء المتاحف ويختيار مواد البناء والتجاهات الغرف وترسيماتها وينبغي أن يراعى في هذا المعطايا التبغرافية والمناخية للموقع فإذا كنا مثلا في منطر رطبة يجب جعل أرضية المخزن نفوذة لأن الأرضية التأتيمة لا تمتن من الرشح وهو ما ينتج عنه الزيادة في ماء الجدران بسبب ظاهرة الحلول وهذا ينعتس سلبا على صيانة المواد الأثرية أما إذا كانت البناء الأثرية فإنه ينبغي المراقبة الدائمة والمنتظمة للمبنى وما يظهر على الجدران من تعفن وبطع وتشطر وتفتت وظهر الأملاح بسبب التسرب ويجب أن تكون غرفة الخزم معزولة عن الفضاء الخارجي وذلك بعدم ترك النوافذ مفتوحة إطلاقا وتجهيزها بحشوات وصل حتى لا يتسرب الهواء وللتأمين من السرقة ينبغي التقليل من الأبواب التي تؤدي إلى المخزن والارتصار على باب واحد فقط أما من حيث توزيع طعات الخزم ومساحاتها فإنه ينبغي أن تكون شاسعة تسمح بالتنقل داخلها بحرية دون إثارة الغبر أو الأوساخ أو الحق الضرر بالمرتنيات كما ينبغي أن تخصص غرفة منها للأمانة المخزن وطعاة كبيرة للدراسة تتسع بعددها من الباحثين والدارسين الأجهزة والوسائل يجب أن توفر دوليب رفوف ملائمة وحاوية أو صندوق مناسبة توضع فيها التحف ونشير هنا إلى أنه من الضروري اختيار مواد مناسبة فهناك مواد تتحلل بعد الترادم وتنبعث منها مواد ضرر بالمرتنيات مثل حامض الخليت الناتج عن ترادم خشب البلوت والتونتر وحامض فورميت الناتج عن التارتون إضافة إلى مواد أخرى مضرة مثل الطلاعات واللواسق وحشوات الوص من الكاوتشورت المنفلتان الذي يحتوي على الكبريت وقد أجريت اختبارات للعديد من المواد تم تحديد الضار منها وغير الضار ومن المواد التي ينصح بعدم استعمالها أغلب أنواع الأخشاب كالبلوت والدردر والعطاج والعروز والصنوبر ومهما كان نوع مادة الروفوف إنه يشتريط المرونة بحيث يمكن التحطم في مساحة الخزن عموديا للروفوف ضمن الخزانة الواحدة من توسيع وتذيير حسب الحاجة وأن تكون مناسبة لحجم المرتنيات من عرض وارتفاع ووزن كما ينبغي أن يزود المخزن بأجهزة لتكييف الهواء تأجهزة التطيب وأجهزة تجفيف الهواء وهيدرومتر الشار والبسيترومتر وأجهزة قياس الحرارة مثل التيرموهيدرو دراف الذي يسجل درجة الحرارة والرطوبة في أن واحد وأجهزة أخرى لقياس الضوء الساقط على التحفة وجهاز الألترافيومتر الذي يقيس الأشعة فور البنسجية أساليب الخزن تتعدد أساليب التخزين وتختلفها لاختيار أسلوب منها يجب مراعاة عدة عوامل كطبيعة المناخ ونقعة والتهواء وطبيعة المرتنيات فالمواد تختلف درجة مراومتها للرطوبة والحرارة والضوء ومن ثم واجب الأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل وللعموم يجب عدم الخلط بين المواد العضوية واللاعضوية وينبغي إبعاد المواد العضوية عن مصادر الضوء الطبيعية أي عن غرفة الخزن التي بها نوافذ تطل عن الخارج ويجب أن تدرد مسافات بين تل تحفة وأخرى لتسهيل مرور الهواء ومنعه من الرتود ولما كانت المخزونات مجالا للبحث والدراسات والاختبار فإنه ينبغي أن تخزن بطريقة يسهل الوصول إليها دون إلحط أي ضرر بها أو بغيرها ولتسهيل العملية أكثر يجب الفصل بين المخزونات حسب طبيعة الآثار ونوعه فمثلا وضع التحف الخزافي على حدة مرتبة ومصنفة حسب نوعها وشكلها بحيث توضع المصابح في جهة والصحون والأطلاط في جهة أخرى وهاتذ مع باقي التحف وإذا تم تخزين بعض المواد في أتيس والصناديق فإنه ينبغي أن ترتبع طائماته على الصناديق من الخارج ليعلم ما فيها دون فتحها وأن تزود بمتيفات فالمواد الجلدية مثلا يستحسن تغليفها في حطائب البورثين المختومة لتحميها من الغبار والحشرات التسجيل عند وصول المرتشفات إلى المخزن يجب أن تسجل جميعها في سجل وتوضع لها بطارات تسجل فيها جميع المعلومات المتعلقة بها لرقم الجرد وتاريخ الدخول وطبيعة التحفة ونوع المادة ومصدر التحفة ومقرساتها ووص مختصة لها وتاريخها وينبغي أن توضع نسختين على الأقل من هذه البطارات واحدة منها تصاحب التحفة في المخزن والأخرى تحفظ عند أمين المخزن ويجب أن يسجل رقم الجرد على التحفة نفسها حتى إذا ضاعت التحفة والبطارة يمكن التعرف عليهم بسهولة كما يجب تسجيل التحفة التي تخرج من المخزن إلى العرض أو إلى الدراسة أو المخبر حال خروجها أو نقلها وينبغي تسجيل أيضا المسؤول عن إخراجها ومستلمها والجهة المنطولة إليها وتما ينبغي أن تخرج بمحظر تسليم ويجب أن تعود أيضا بمحظر استيلام وتعادى إلى متانيها التنظيف يبدأ التنظيف من أول يوم تدخل فيه التحفة إلى المخزن حيث ينبغي التأتد من خلوية من الحشرات والأطريب والغبار ولا نريد في هذا المقام التطرق إلى مختلف أساليب التنظيف التي يخضع لها كل نوع من التحفة ما سبرت الإشارة إليه فالمفروض أن المرتنايات بصورة عامة تكون قد نظيفت في ميادين الحفريات أو في المختبرات وإنما نعني بالتنظيف الذي يقوم به أعمال النظافة لإزالة الغبار على الخصوص وتتم هذه العملية بصفة دورية بين فترة واخرى باستعمال فورشات ذات شعر طويل ناعم أو ريشة فالأحجر مثلا يجب أن تنظفها السطوحة بالفورشات ابتداء من الأعلى إلى الأسفل بعناية حتى لا تتقصى الأجزاء الدقيقة وبالنسبة للأخشاب إذا كان السطح المطلع في حالة سليمة يمكن إزالة الغبار باستعمال ممسحة من نسيج الرطم مشبع بسائل منظف الفحص الدوري يعد الفحص الدوري أحد الإجراءات الوقائية الهمة لحفظ المخزونات المتحفية وحمايتها من التلف وتختلف دورات الفحص من مادة لأخرى وحسب طريقة التخزين المتبعة فالمواد الحجرية والمعدنية والزجاجية والفخارية تفحص في كل عام مرة والماواد العضوية المعرضة لهجوم الحشرات والفطريات في كل ستة أشهر مرة ونفس الشيء بالنسبة للسوائل ولا ينبغي أن ننسى الفحص الدائم لأجهزة التتيف والترطيب والتدفئة والإضاءة والترشيح والخزانات المعبئة فيها التحف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد